تسعى الحكومة والبرلمان في العراق لإبرام صفقات عاجلة لشراء أسلحة للجيش العراقي رغم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد جراء تراجع أسعار النفط والسمرار الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية طارق ماهر والتفاصيل عشرة عقود لشراء أسلحة روسية تتضمن شراء طائرات مقاتلة ودبابات فضلا عن أسلحة خفيفة ومتوسطة تمكن وفد نيابي عراقي من إقناع موسكو ببيعها للعراق بطريقة الدفع بالآجل لتسليح الجيش العراقي ويأتي الكشف عن تفعيل صفقة السلاح العراقية الروسية عشية زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد حاملا معه وعودا بتسريع صفقات تسليح عراقية أمريكية مرت على توقيعها سنوات العراق يبحث حقيقة عن تنويع مصادر السلاح وهذه مسألة مهمة جدا لاعتماد على مصدر واحد في تجهيز الأسلحة إنما يمثل مخاطرة حقيقية وتشمل صفقة العراقية الأمريكية طائرات أفسكستين والدروع ودبابات إبرامز والنواظير الليلية والصواريخ المقاومة للدروع وكاسحات الألغام لمواصلة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية بقيمة مالية قدرها عشرة مليارات دولار